أهلا بكم وفي الوقت الذي يواصل فيه طلبة الصف الثاني عشر بمختلف أقسامهم العلمي والأدبي والمعهد الديني تأذية اختباراتهم تواصل لجان الكنترول عمليات تصحيح الاختبارات من قبل لجان التصحيح المتخصصة من أجل الوصول إلى النتائج الدقيقة نعم يأتي ذلك في حين أكدت وزارة التربية أن نجاح خطة الوزارة في حملة استعد مشيرة إلى أن نسبة الحرمان في اختبارات الصف الثاني عشر انخفضت مقارنة مع العام الدراسي الماضي إلى أكثر من 77% في القسم العلمي وإلى 80% في الأدبي هكذا كان المشهد في كنترول وزارة التربية الخاص في الصف الثاني عشر والذي يشهد عمليات تصحيح اختبارات الطلبة بأقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني وسط عمل يمتد على مدار الساعة في سبيل ضمان الدقة والمراجعة الحقيقية لكافة الاختبارات انتهينا من أربع اختبارات خلال الأسبوع الماضي والآن في طور تصحيح اختبار اللغة الإنجليزية وانتهينا من تصحيح أكثر من 65 لجنة من أصل 140 لجنة هذه الجهود التي يقوم بها جميع العاملين في وزارة التربية وعلى رأسهم معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني جهود ان شاء الله تتكلل بالنجاح خلال الفترة القادمة وأيضا الأسبوع القادم أمامنا ان شاء الله مهام كبيرة واختبارات أخرى فيما يتعلق بحملة استعد والأرقام التي ظهرت بعد انطلاق هذه الحملة هي كانت هناك نتائج مفرحة ونتائج مبشرة فيما يتعلق بانخفاض أعداد حالات الحرمان ومخالفة لوائح الامتحانات نتكلم عن أكثر من 77% حالة انخفاض في حالات الحرمان فيما يتعلق بالقسم العلمي وأيضا أكثر من 80% فيما يتعلق بالقسم الأدب اختبارات وزارة التربية للصف الثاني عشر تتزامن مع إطلاق حملة استعد والتي أثمرت عن نجاح كبير الأمر الذي انعكس إيجابيا على لجان الاختبارات في المناطق التعليمية والالتزام الكبير من قبل الطلبة بضوابط الاختبارات بعد نهاية الاختبار تم الاجتماع مع الموجهين الفنيين القائمين على الإشراف على تقدير الدرجات وعطاهم التوصيات والتوجيهات التي تؤدي إلى دقة التصحيح في النهاية ثم تم إعداد اللجان في اليوم السابق وهو يوم الخميس بعد انتهاء من الاختبارات إعداد اللجان ثم في فترة المساء تم البدء في تقدير درجات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي حالات الحرمان في القسم العلمي تتراجع لأكثر من 77% و80% إلى القسم الأدبي مما يؤكد نجاح خطة وزارة التربية جهود كبرى تبدل من قبل اللجان الكنترول للصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي خلال فترة الاختبارات الحالية في ظل الجهود الكبرى التي تسعى إلى الوصول إلى النتائج الدقيقة لهذه الاختبارات نتمنى كل التوفيق والنجاح لطلبة الصف الثاني عشر فهد التركي تلفزيون دولة الكويت